دكتور إذن السؤال الآن عن أصول الصلح الشرعية والشروط الواجب توفرها في المصلح والصلح له أصول في الشريعة الإسلامية نجدها في الوحيين في القرآن الكريم استمعنا إلى آيات الصلح وهي كثيرة والحمد لله في صورة النساء في صورة الأنثال الآية الأولى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيلكم ونقرأ أيضا في السنة النبوية الشريفة في السنة القولية وفي السنة العملية وفي السنة التقريرية على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في الحديث يخرجه الإمام أبو داود قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين إذن أرشدهم إلى هذا العمل الجليل كما قد تفضل أخي الشيخ وليد هو عمل جليل أخي عصام يقوم به الإنسان قد يكون رجلا قد يكون مرأة قد يكون صغير أو كبير لا هذا لا يهم المهم من يكون له استعداد وإيمان بنبل الرسالة هذا المناسبة هو الشرط أساس الإيمان بنبل هذه الرسالة رسالة الصلح والإصلاح ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حينما وقع نزاع بين أهل قبا أخبر عليه الصلاة والسلام فهو إمام المصلحين وهو سيد المرسلين فقال للصحابة الذين أخبروه بهذا النزاع الذي قد وقع قال اذهبوا بنا نصلح بينهم إذن نستنبط من هذا الحديث جملة من الفوائد منها أنه بادر إلى الصلح في أول النزاع وهذه مسألة منهجية مهمة في التصدي لأي نزاع يقع المبادرة إلى الصلح في أول النزاع للنزاع يشبه النار حينما تشتعل هكذا ممكن بقليل من الماء يمكن أن نطفئها ولكن إذا اتسعت رقعتها يصعب إطفاؤها لذلك هذه مسألة مهمة فائدة مهمة الفائدة الثانية قال اذهبوا بنا إذن فهو يتقدمهم فهو إمام المرسلين وهو إمام المصلحين ثم في الحديث نفسه بيّن الهدف المقصد الأصلي قال نصلح بينهم إذن الهدف هو تحقيق هذا الصلح إذن نقرأ في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة في صلح الحديبية نقرأ هذا الصلح الحديبية والحق مدرسة كبرى كيف النبي عليه الصلاة والسلام قدم تنازلات في بعض المسائل بالنظر إلى المآلات مما أصله علماؤنا منهم الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات وغيره من العلماء قالوا أن النظر في مآلات الأفعال مقصود ومعتبر شرعا إذن هو رجح المصالح المستقبلية الدائمة على المصالح الآنية العارضة هذا الذي أدى به إلى أن قدم تنازلات تحقيقا لتلك الهدنة لذلك الصلح الذي استثمره النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الركائز في زرع قيم الإسلام وقيم الأخلاق وفي إعطاء البعد العالمي لرسالة الإسلام من خلال مراسلاته المعروفة إلى زعاماء العالم في ذلك الوقت أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخره فنستنبط من صلح الحديبية جملة من النتائج والثمارات منها هذه ومنها أيضا تقديم التنازلات في جميع الخصومات التي تقع بين الناس في جميع مجالات الحياة لابد أن يتنازل الجميع عن بعض حقوقهم تحقيقا لذلك الوئام وتحقيقا لذلك الإنسجام بالمناسبة حتى في المواثيق الدولية والقوانين الموضوعية لدى الدول نجد تقريبا في معظم دول العالم قوانين ترشد إلى الصلح والإصلاح لأن الاتجاه العالمي الآن يسير نحو هذا الهدف نذكر مثلا ندوى الطوكيو في 1983 دعت إلى ما يسمى بالانتقال من العدالة العقابية هكذا تسمى إلى العدالة الرضائية الإصلاحية التصالحية في ندوى الطوكيو في 1983 وكذلك في المؤتمر الدولي الذي نعقد تحت رعاية الأم المتحدة في سنة 2000 وفي 2005 الأول في مدينة فيينا والثاني في مدينة أخرى أيضا أوروبية كل هذه الندوات العالمية تدعو إلى الانتقال من العدالة العقابية إلى العدالة الرضائية التصالحية